من الأخطاء التي تقع في يوم التروية تكبد الحاج المشقة والزحام للإحرام من المسجد الحرام والسنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه اعتقاد مشروعية غسل ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته قبل الإحرام بها في الحج وليس ذلك بسنة إلا أن تكون متسخة فيغسلها لأجل النظافة الجمع والقصر للصلوات في ميناء والسنة القصر من غير جمع